بص بص يا عمي انت انا ايه بيك انا بس عشان ترفع ده جيم ليه ابعاد جميلة جدا ومش عارف انت ايه لم دخلك يا شام في انتخاباتي في مستشار القضايا الدول ما تخليك في حالك يا عم هلا جايب لي 310 مستشار وانت معندكش اصلا يعني ده انت بعدتوا جوابات مفيش لياه يعني انت فاهم ده انت عشان قضية واحدة بعدتوا الاهلي بعد جواب محدش رد عليكم لان لسه ما شكلوش واللجنة العليا مين اللجنة العليا فينه قضاء اذا كان نائب رئيس محكمة النقض اعتذر عدو لجنة اللجنة المجلس الاعلى لمحكمة النقض اعتذر الراجل الراجل محترم مقدرش يخلش في المهاترات دي والكلام ده انا قلته مع مساعد اول وزير العدل والكلام ده اتبلغ لقيادات قضايا الدولة يا جماعة ده فيلم هندي بتعمل علشان مصالح شخصية فقط سيد المستشار لو انت بتخاطب الدولة وعايز تحميها من الاخطاء دي عشان نحمي الرياضة هتقول للدولة العظيمة اللي كلنا بننتميلها ايه باللغة اللي احنا شايفينها هناك مؤامرة تحاك ضد الرياضة والشباب المصري ومش بس في مصر معمولة في تونس وتعملت في ليبيا وانا رحت ليبيا في اخطر اوقات وهذا ثابت على بسفوري وقلت ما تم لي في مكتبي في نيجيريا في ابوجة ان هذا مخطط قطري توركي بقيادات للأسف وبينفسها مواطنين مصريين والدليل على كلامي وثقة بالوسائق كل تسعين في المية من مقرات الاتحادات العربية خلال التلات سنين نقلت مصر برا مصر وطلعت برا في الدوحة وبعض بينها في الكويت زي الجنبازو زي الرماية والبقى كله طلع حينك ده دلائل والدليل على كلامي وصحة اقوالي ان النهاردة في جهات برا بتحاول تشيل كل المصريين من مواقعهم الدولية والقرية والاقليمية عادة المصري اللي يحس ان هو بتاعهم يسندون مستشار خالد زين رئيس اللجنة الاولمبية ليه كلمة انا بفتخر ان انا ابن من ابناء مستشاري قضايا الدولة وانا بعد عمري وانجازاتي الموثقة فترة حياتي المتبقية اللي انا اعلنت قدام جمعيتي العمومية اني مش داخل وانجح ومهما عملوا وهم يعلمون هذا حتى لو شلوا تلت تربع الاندية المتبقي برضو حيدي خالد زين لكن انا مش نازل لاني مش اخدش في هذه المواطرات ان ده انا فترة حياتي اديها لابنائي وزملائي واخواتي واساتزتي في مستشاري قضايا الدولة اهم بكتير من انا استمر في هذا الوسط المستشار خالد زين رئيس اللجنة الولمبية شرفتني ونورتني مبلاش هتزعل هشها يا عم تسيبه هو الرئيس انا بالنسباني والله انا بقولك حيقلبه عليك يا شها والله بتستغلي ابني فترة وحيتبحوك شرفتني ونورتني ربنا خليك عم شهادي وانت جميل يحسب لك الشجاعة لا لا شجاعة انا 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 كده طيب معاك ده انا بأكتر من كده انا بتفرق وانا كنت حنايا معاك من نهار لا حنايا نهار شرفتني ونورتني انا والله يا شهاد ربنا يوفعك وانا بقولها المرة الاخيرة النادي الاهلي لي حق واي نادي لي حق تبقى للقانون وان الاجتماعات على يوم او يومين هذا الكلام تم من خمسة وعشرين سنة فما فيش نص مانع والاجراءات سليمة من راجل قانون وراجل رياضي مذكورك على كلمة الحل ده كلمة عدلي يا ابن الحلال كان حوار مهم جدا انا عزبتنيش على حاجة اشهادي على فكرة هعزيمك تاني يا جماعة ادي الاهلي كباية ماجي هادي كباية ماجي انا اشوفها يا جماعة بعد الكلام اللي انت قلتوا فيه عشا بعد لا انا مش عايز حاجة كان حوار مهم جدا مع المستشار خالد زين واللي بيدور على الحق يلاقيه وكان معانا شخصية محترمة قالت كلمة الحق ومن قابله اعضاء من اللجنة الولمبية برضو قالوا كلمة الحق اللي هيعترض هتعترض على ايه اقف جنب نديك واقف جه في ظهر نديك واقف سند ما تضعفش موقفه ابدا اللي عاوزين الحق وبعده عن المصالح هاختم زي كل يوم بس قبل ما اختم هاختم لكن هسيبكم عزة ابن من ابناء النادي الاهلي زوجة كابتن مصطفى عبدو لان كيمة كبيرة ورمز كلنا بنحبه اخترم عالية وبطولات وشخصية محترمة كابتن مصطفى عبدو مرة تانية وثلاثة مليون وكيل الوزارة وده كان وكيل وزارة في الشباب الرياضي عارف ها مصطفى واسم كل الاهلوية العزاء واجب والبقاء لله كابتن مصطفى في زوجة حضرتك هاختم وبعد كده هسيب حضراتكو لجزء من العزاء تشوفوه المجد كل المجد الشوق ده النادي الاهلي وتصبحها لألف خير والكرة